بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمات نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدام الجداد والناس للتحقوب هذه القناة إن شاء الله بحول الله وقوته سنضع وصف اليوم الحرمل وأوراق الغار وأوراق الزدر لفتح النصيب في كل شيء إن شاء الله تحلوا نصيبكم في كل شيء إذن الناس اللي بغين يفتحوا نصيبهم في كل شيء الناس اللي عندهم تعسيرات وما نجحش معهم حتى وصفة تسقول لك تنذير الوصفات ولكن ما عنديش القبول ما نجحة في التحاجة إذن أنت تتعطي للراسك طاقة سلبية أنت أصلا تتنحسي راسك براسك كوني إيجابية كوني عندك طاقة إيجابية قولي أنا غادي نكون إيجابية أنا الله سبحانه وتعالى بعد مني واحد الحاجة إلا فيها خير ليا قولي الله سبحانه وتعالى هو كفيل بيا قولي الله كريم الله جواد غايعطيني السؤالي في الوقت المحدد اللي بغى ولكن تنبغي أنني نعطيك طاقة إيجابية يا أختي أو يا أخي أم ولكن كنصيحة دائماً ما نكونش متشأمة نقول يوم جديد ونهار جديد وليلة جديدة إذا نعطي نكون إيجابية بطاقة إيجابية بنور الله تيلة داقة تعليا نقرأ القرآن ما قدرش نقرأ نقرأ غير الفاتحة وآية الكرسي وغادي نقرأ القرآن على حسب الطاقة ديالي باش نطرد هذك الشيطان اللي جالس لي يا مبين الكتفين ديالي وعطيني طاقة النحس النحس نجيبوه بعد الأحيان تنجيبوه ريوسنا تنقوله إحنا ما نقدروش ما غاليش نديرو إذا هذي طاقة سلبية إذا بغيت على نكون إيجابية خاصني نتمكن من نفسي أنا أولاً ونكون عندي طاقة إيجابية نكون متوكلة تكوني متوكلة على الخالق تكوني دائماً حاطة أن الله هو الوكيل واللي غايجيب لك اللي فيها الخير يا ربي دبرني فإني لا أحسن التدبير دي ما قولها لأن الله هو اللي غايدبر الأمور يا مدبر دبر لي أمري كده وكده يا ربي دبرني صفي وربي غايدبر لك الأمور فإني لا أحسن التدبير الله غادي يجيب لك الحاجة اللي فيها الخير وغادي تجيت لعندك بإذن الله الواحد القهار لأن ولو جري بالليل وبنهار ولكن الله سبحانه وتعالى شوف الله اش مقصم لك شوف الله اش خالق لك شوف الله اشنو غادي يعطيك إذن هذي طاقة إيجابية عطيتها لكم باش أنني نعطي طاقة إيجابية بطاقة الحرمل ولكن هيئك باش تكوني تنتي إيجابية وتوصل للراسك والعقلك أنكي خاصك تخدمي وتشتغلي على نفسك وتكوني أنتي أصلاً عندك طاقة إيجابية مع نفسك إذن نديرها بالقرآن نديرها بطاقة إيجابية نكون متفائل متفائل يوم جديد إذن صلوا كاملين على سيد الخلق وخلوا تعليق وخلوا لي لايك وربعوين لكم ولنا يا رب العالمين واليوم معنا طاقة زمينة طاقة اللي غادي إن شاء الله تفتح لكم جميع البيبان بغيشكم كلكم يربي يفتح لكم جميع البيبان ويفتح لكم طاقة إيجابية طاقة الله سبحانه الله وباب الله مالي بواب الله سبحانه وتعالى قادر يفتح لكم جميع الأبواب لأن هذه الوصفة تكون غير سبب يا أحبابي ولكن الحرمل موكل كل حبة منه موكلة بملك إذن الحرمل مبارك أوراق الغار لجلب الحظ وجلب التيسير وجلب كل ما تريد بإذن الله إذن الناس المعطلين على الرزق الناس المعطلين على الزواج الناس المعطلين على بعشراء الناس المعطلين على كل الأمور عندهم توقيف الحال في كل الأمور كينين البيت الموقف لحاله لأنه عمار المنزل عندهم طاقة سلبية ما تتلقش القرآن ما تتصلي وش ما تتكروش لله هاتي جدوه النميمة إذن الله سبحانه وتعالى هذك الطاقة تتكون طاقة سودانية في هذك البيت لأنه ما تتكونش في طاقة رحمانية إذن حاولوا دائما تشغلوا صورة البقرة دائما في البيت وصورة الواقعة صورة يسين صورة القاف وربي غادي حلو بزاعة البيبان أن بخربوا الحرمل ونتوكلوا على الله وغادي يدعوا معي إن شاء الله لأن الحرمل يطردوا شياطين الإنس والجن ويردوا السحر ويردوا الحسد ويردوا قاعد طاقة لتتكون داخلها على الحسد الشديد لأن الحسد الشديد يوقف الحال والسحر يوقف الحال والعين والنحس تيجي من التابعة يوقف الحال ولكن هذو الوصفة غادي تديرها وغادي تتفكروني إذن غادي ناخدو الحرمل أوراق الغار أوراق الغار غير معلقة في واحد كمية كبيرة ديال الحرمل غادي ناخد خمسة درهم ديال أوراق الغار وغادي ناخد درهم ديال أوراق السدر أوراق السدر هانتوما غير قلال ولعندكم النواة ضيفوا النواة إذا عندكم النواة ديال الطمر ديروه توراق زيان تجلب الحظ وتحيد النحس وتفتحوا حال طاقة إيجابية إذن أبغيناكم تكونوا إيجابيين إن شاء الله إذن البنت المعطلة على العمل غادي تز تلات ورقات باش تحيد النحس وغادي تدوزهم على الجسد ديالها وتقرأ الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وغادي تقول يا مسبب الأسباب افتح لي كل الأبواب يا مسبب الأسباب افتح لي كل الأبواب هادو ثلاثة الورقات غادي لهم في مندي الأبيض وتحطيهم تحت رأسك الوقت اللي تكوني رايح للعمل غادي تبخري بهم وتمشي تزر رمض ديالهم تلحيهم شيء ما كان فيه نبات وديرها مدة أسبوع إذن الفاتحة مع أي الكرسي وغادي تز 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 مسببة الاسباب افتح لي كل الابواب. غادي تبيتها تحت راسك وتديري واحد المين دي الابيض. والصباح تحرقيها فوق البوطة او تديري الفحم الدائري. من الاحسن تديري الفحم الدائري. وتبخري في الغرفة ديالك لانه باش تترضي النحس احتمل الغرفة ديالك. وغادي ان شاء الله تحيي ديالك النحس البنت اللي بغى تزوج البنت اللي بغى تفتح جميع الابواب. حتى المرة اه تلمرة لي ما عندها شر رزق في البيت تديرها لانها غادي تديرها وغادي تطرد جميع التوابع. الى كان عندها نحس في المال ما سيدخلهاش المال اللي يديها وعندها تتابعها في المال. تديرها المرة ويديرها الراجل وتديرها آآ البنت. حتى البنت اللي بغى تزوج على المال على الوظيفة على كل شيء. اذا هذو اوراق الغار لطرد النحس من الجسد وافتح الابواب. ولكن رماديالهم حاولوا انكم تلحوهم في مكان عاشب. اذا عندنا هنا الحرمل مع اوراق الصدر مع النواة. غادي نقرأ عليهم صورة ياسين مرة واحدة. صورة ياسين مرة واحدة. صورة الواقعة مرة واحدة. آية الكرسي سبع مرات. الفاتحة سبع مرات. وغادي نقرأ يا مسبب الاسباب افتح لي كل الابواب. يا مسبب الاسباب. افتح لي كل الابواب. يا مسبب الاسباب. افتح لي كل الابواب. وغادي نقرأ يفاتح يفتاح يفاتح يفتاح يفاتح يفتح في عمره وكانت نختم سنبخر مدة أسبوع مدة أسبوع سنبخر إما نبخر صباح وإما نبخر مع الظهر وإما نبخر مع العصر هذه ثلاث أوقات سنبخر مع الفجر لأن التبخير مع الفجر تجي بالرزق قوي يترد الشياطين الشياطين النحس الشياطين التابعة الشياطين توقف الحال الفجر رائع كنصحة مني لكم إذن الناس اللي بغين أنهم يتردوا التوابع يحاولوا أنهم يديروا هذا الحرمل لجلب المال لجلب الوظيفة البنت إذا كان عندها تعثير في الزواج تبخر مع الفجر رائع تبخر مع الظهر إذا كانت عاملة تبخر مع الفجر إذن تدير مجمر وتبخر إذا ترتق هذا الحرمل رغا دين إن شاء الله يتفتح لها جميع الأبواب سبحان الله سيكون عندها طاقة إيجابية في كل الأمور إذن هذك تقطقات دي الحرمل تيضربوا هذك التقطقات دي الحرمل تيأطروا على العمار الصيئين لدخلوا دخلوا على السحر أو دخلوا على سابعة أو دخلوا على حسد أو دخلوا على طاقة سلبية إذن تحاولوا أنكم تديروا بالنية الخالصة لله وتقرأوا صور سياسيين وصورة الواقعة والفاتحة سبع مرات وتقرأوا آية الكرسي اللي طرد العوارد من البيت وغادي بحول الله وقوته اللي يبغى الرزق الوفير يضيف الآية سبعة وعشرين مرة إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ تقرأواها سبعة وعشرين مرة وتنفتوا دائما تنفتوا إمتى غادي تقرأوا عليه قرأوا عليه دائما قرأوا عليه في الليل يريد تحطوه في باركون أو في شرفة أو طلعوا لسطح البيت خاصوا يتنجم أما هذه الوريقات تقرأهم في الليل وتحطيهم تحت الرأس ديالك مدة أسبوع والتبخير مدة أسبوع باش تفتحوا جميع الأبواب سبحان الله إلا حرقتي هذه العشفة أتقضي على شياطين اللي تكونوا سبين توقيف الحال في كل الأمور لأن واحد الأخت حطت لي تعليق على حسب أنها عندها توقيف الحال في كل الأمور إذن الوصفة ديالكية هذه قاعد الناس اللي تحطوا لي وصفات اللي تحطوا لي على حصل الوصفات سنحط لهم الوصفات ولو ما يجيبوش ما يجيبوش المشاهدة المهم تنلبي طلب المشاهد إذن حاولوا أنكم تدروا هذه الوصفة لأنها رائعة وأكثر برائعة حاولوا عافكم تخلوا لنا لايك باش يشوفوه أكبر عدد في الناس حاولوا تبرتاجوا هادي الفيديوهات لا يجازيكم بخير وحاولوا تخلوا لنا لايك ما تنسوناش باش إن شاء الله بحول الله دائما الفيديوهات اللي فيهم خير تنبغيوهم يتنشروا ويبغيو الناس يفتحوا وأبواب الخير إن شاء الله بين تجأوا للشعوادة ولا طاقة سلبية غير بطاقة رحمانية إذن أحبابي تنتمنى لكم مع واشركم بروكة وكل عام وانتم بخير وربعونكم في خفاء وعدكم سؤلكم في كل الأمور بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر